بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعين تاني للمحاضرة التالتة واهم اختصارات لحظة المفاتيح في ويندوز تان النهاردة هتكون الجزء التالت والاخير من موجوعة الاختصارات اللي جمعناها مع بعض اللي فاتوا المحاضرتين اللي فاتوا ممكن يرجعهم عشان يستفيد من باقي الاختصارات والنهاردة هنشتغل مع الجزء التالت منهم اول اختصار عندنا لهو مفتاح الويندو مع زائد يعني ادوسها لمفتاح الويندو زائد مفتاح الزائد نفسه اللي موجود في كيبورد ده بيعمل تجبير للشاشة يعني بصوا كده انا بكبر الشاشة بتاعتي بزائد طب عكسها على طول لو انا عايز اصغر جنبها ويندو مع الماينس مع الناس علامة السالب يبقى ويندو مع الزائد هيكبر الشاشة ويندو مع علامة ناوس او الماينس هيصغر الشاشة بتاعت لغاية ما يلجع للوضع الطبيعي يعني ممكن اكبر الشاشة بويندو مع الزائد وصغرها مع ويندو مع الماينس طيب الاقتصار الثالث وهو ويندو زائد حرف الاي حرف الاي لو دوست ويندو مع حرف الاي هيفتح لي شاشة اسمها شاشة الاعدادات الخاصة بالنظام من خلالها ممكن اوصل للسيستم بتاع الجهاز الديفايزز الاجهزة البلوتوس والبرينتر والماوس لو انا عايز اربط التلفون بتاعي والاندرويد بتاعي والايفون بتاعي بالكمبيوتر فيكون تلفون عايز اعمل بعض الاعدادات الخاصة بالنيتورك البرسوناليزيشن الخاصة بالخلفيات والسمة الشخصية وشاشة التوقف والوان النوافذ كلها من الاختيار الاسمه السمات الشخصية او البرسوناليزيشن الابليكيشن التعامل مع تنزيل وازالة البرامج من الجهاز الاكاونت المستخدمين اللي موجودين على الجهاز والايميلز بتاعتهم واللغة والوقت والالعاب والخصوصية والابديت والسيكيريتي والحماية كل ما يخص كل كلمة انا قلته ده موجود في شاشة السيتين جبتها منين؟ اه طبعا الشرح التفصيل للحاجات دي ممكن ان شاء الله في محاضرات قادمة ان شاء الله لكن انا عايز اجيب الشاشة دي بجيبها منين؟ ويندو مع حرف الاي تمام؟ طيب فيه كمان عندي ويندو مع حرف الجي ويندو مع حرف الجي ده ممكن يكون فعال جدا بالذات في الجيمز لو انت بتلعب العب وبالتالي لو دوست ويندو مع حرف الجي بيفتح لي حاجة اسمها شريط اللعبة عند بدء اللعبة عشان كده حتى هو بيسألني انت عايز تفتح شريط اللعبة و ده هو بيأكد علي انا فاتحه ده يوا記 faço مى لاحظرات هلها لعبة؟ طبعا انا مش فتح لعبة ولا حاجة لكن لو انت في لعبة وعايز تظهر شريط اللعبة او تفتح شريط اللعبة عند بدء اللعبة دوس ويندو مع الجي وانت بتبدأ اللعبة يفتح لك شريط بتاعها تمام؟ طيب طب ويندو مع السي مع الاس وانتو مع الاس ليه سرش بيفتح لي شاشة البحث او السرش الخاصة بالله لو انا عايز سرش على ملفة سرش على صورة السرش على اي معلومة جو الجهاز هكتب اللي انا عايز سرش عنه هنا واروح دايس انتر يبدأ هو يعمل لي سرش عنه وممكن كمان اعمل سرش بالسود اشغل المايك وابدأ اتكلم واقول له على الحاجة اللي انا عايز ابحث عنها تمام يعني مثلا لو انا كتبت هنا كلمة في السرش اه اكسل بدأ يجيب لي برنامج مين الاكسر حتى لو انا عايز ملف وفاكر اسم اللي فانا عندي ملف اسمه سالاري بتاع مرتبة لو كتبت كلمة سالاري هيبدأ يجيب لي الملف اللي اسمه سالاري عشان اقدر ادوس عليه كليك فيفتح لي الملف اللي انا اخترته يبقى يستخدم الويندو مع الاس لفتح نافذة السرش اللي من خلالها اقدر اكتب اي حاجة ملف او برنامج او اطيف انا عايز ايه يقدر يجيبهولي من خلال السرش بتاعه تمام كده طيب انا فتح نافذة وعايز النافذة تاخد اه 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 مسلا هصغر النافذة شوية خلاش كبيرة قوي صغرها اهو انا صغرتها يدويا ريسائز يدوي هو من جوانب النافذة فتحها اهو وعايز اكبرها اه بشكل كبير همسكها من العنوان اقف عليها كده ودوس ويندو مع سهم الاعلام هعمل ايه كبر النافذة طيب ويندو مع سهم الاسفل رجعها لي ريستور تاني يبقى ويندو مع سهم الاعلام يكبر النافذة ويندو مع سهم الاسفل بيعمل ريستور او يستعيد الحجم بتاع النافذة مرة اخرى تمام طيب بالمرة ويندو مع سهم يمين هيديني نصف الشاشة بالزبط ناحية اليم طيب ويندو مع سهم شمال هيديني نصف الشاشة يبقى انا جرب ويندو مع الاسهم الاربع سهم الاعلى سهم الاسفل سهم يمين سهب شمال وشوف ان في زر بتاعتك الاوضاع بتاعها والحجام بتاعتها مع ويندو مع الاسهم الاربعة وبكي نكون خلصنا الجزء الخاص باهم اختصارات لحظة المفاتيح ان شاء الله في المحاضرات القادمة هنبدأ نشرح المكونات بشكل اكتر تفصيلا وشكرا والى اللقاء في المحاضرة القادمة ان شاء الله